المغرب يضع مبلغا كبيرا لأجل بناء ملعب جديد بالصحراء المغربية في خبر نتسبب بصدمة كبيرة اليوم نصير مزراوي يؤكد عدم رغبته للعب مع المنتخب المغربي مجددا والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما في خطوة تعكس تطلعات المغرب نحو تطوير بنية التحتية الرياضية في الصحراء المغربية أطلقت السلطات المعنية في المملكة المغربية مشروعا دخما لبناء ملعب الداخل الكبير ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توفير بنية رياضية متقدمة تتح تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في منطقة الداخل لتصبح هذه المدينة وجهة رياضية بارزة على الصعيدان الوطني والدولي وفي أعلان رسمي فتحت الجهات المسؤولة باب طلب العروض الدولية لتشهيد هذا الملعب الدخم الذي ينتظر أن يتمتع بسعة تصل إلى 15 ألف مقعد ليتلأم مع تطلعات الطموحة لاستقطاب الجماهير المحلية والدولية وقد خصصت الدولة ميزانية تقدر بحوالي 23 مليار سنتيم لإنجاز هذا المشروع مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا الاستثمار الاستراتيجي الذي سيساهم في تعزيز البنية الرياضية في المنطقة وسيتم إنشاء ملعب الداخل الكبير على مساحة شاسعة تقدر بنحو 50 هكتار وهي مساحة تتيح ليس فقط تشهيد الملعب ولكن أيضا إقامة مرافق رياضية وترفيهية أخرى مكملة ومن المخاطط أن يستغرق البناء فترة تصل إلى 36 شهرا حيث ستشهد هذه المدة عمليات هندسية متقنة ومتقدمة لدمان جودة العمل وسلمة التصميم بما يحقق معايير البناء الدولية في المجال الرياضي ويأتي هذا المشروع ضمن إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المغرب الذي يسعى لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى وتعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية متميزة وإلى جانب الدور الوطنية يهدف مشروع ملعب الداخل الكبير إلى تعزيز النشاط الرياضي في منطقة الداخل بشكل خاص حيث تعتبر الداخل منطقة ذات أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافية وثروتها الطبيعية ويهدف المشروع إلى توفير مرافق رياضية متقدمة تشجع الشباب على الانخراط في الرياضة بشكل نوسع بالإضافة إلى دعم الرياضات الجماعية التي تستقطب عدداً كبيراً من المشجعين كما أن هذا المشروع سيوفر منصة لإصطافة فعاليات رياضية وثقافية أخرى مما يزيد من حيوية المدينة ويجعلها مركز جرم سياحي ورياضي وثقافي في الوقت ذاتها ويعتبر بناء ملعب الداخل الكبير جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير الأقالم الجنوبية حيث يتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديد أثناء وبعد مرحلة البناء سواء في مجال التشييد أو في قطاع الخدمات المرتبطة بالأنشطة الرياضية والترفيهية كما سيعزز الملعب من قدرة المدينة على جذب الفعالية الكبرى الأمر الذي سيسهم في دعم الاقتصاد المحلية ورفع نسبة السياحة الرياضية إضافة إلى ذلك فإن الملعب سيوفر بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية بشكل احترافي مما يتيح للرياضيين المحليين فرصاً لتطوروا الاحتكاك بفرق دولية وهو ما سيسهم في تعزيز مستوى الرياضة في المنطقة أثار اللاعب المغربي نصير مزراوي أحد ركائز المنتخب المغربي أثار في الأوينة الأخيرة جدلاً كبيراً بغيابه عن بعض المباريات الدولية للمنتخب مما أثار السياء الجماهير واثار موجة من الانتقادات التي تدعي أنه يتهرب من اللاعب مع المنتخب ويعود هذا الجدل بشكل أساسي إلى تكرار الحالات غيابها وعدم تواجده في المباريات الحاسمة الأمر الذي دفع البعض للتشكيك في التزامه الوطنية معللين ذلك بأنه يختلق أعضاراً لتجنب اللاعب لصالح المنتخب مما طرحت سولات حول دوافعه وأولوياته كلاعب محترف وقدم مزراوي في مباراة ماشاستريوناتت الأخيرة عرضاً كروياً مدهشاً على أرض الملعب حيث لم يلتزم بمركز واحد بل لاعب في عدة مراكز إذ بدأت المباراة وهو في موقع صانع الألعاب ومع مرور الوقت انتقل ليؤدي دور اللاعب الواسط الدفاعي ثم انتقل مجدداً ليشغل مركز الظاهر الإسر حيث أن هذا التنوع اللافتة في الأدوار أثار إعجاب الجمهور الأنجليزي الذي شهد لاعباً ينتقل بسلاسة بين مراكز مختلفة ويؤدي بكفاءة تظهر مهاراته وقدراته تكتكية حيث تميز مزروي في أدائه وأظهر لياقة أسثنائية وكأنه يتحدى كل من شكك في التزاماته وقدرتي على الأداء المتنوع مثبتاً بذلك قيمته الحقيقية كلاعب مرن وذمارات متعددة غير أن هذه المرونة والقدرة على التكيف داخل الملعب أثارت تساؤلت حول موقفه من المنتخب المغربي فعندما يقترب موعد مباريات المنتخب المغربي يلاحظ غيابه لأسباب يصفها البعض بغير المقنعة حيث يفاجأ الجمهور بتبريرات مثل رغبته في أداء العمر أو الحاجة إلى إجراء عملية على قلبه وهذا السلوك الذي قد يكون مبنياً على ظروف الشخصية لا يعلم بها أحد إلا أنه قد فتح المجال لنقد اللاذع من قبل المشجعين الذين باتوا يرون أن على اللاعب إظهار قدر أكبر من الالتزام والتفاني تجاه المنتخب المغربي خصوصاً بعد الأداء القوي والمتعدد الأدوار الذي أبداه في ناديها ومن جهة أخرى قد يكون التحدي الذي يواجهه مزراوي أعمق من مجرد التزامات رياضية فالحياة الشخصية لللاعبين المحترفين معقدة أحياناً وتفرد عليهم اتخاذ قرارات تظهرهما في مواقف قد تكون موضع شك أو سوء فهم من قبل الجمهور فمن الممكن أن يكون وراء غيابه دوافع شخصية أو أسباب تتعلق بالضغط النفسي المرتبط بالالتزامات الكروية المتعددة ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر أمام مزراوي هو السعادة ثقة الجماهير المغربية وإثبات أن قراراتها نابعة من حرصه على مصلحة المنتخب أولاً وأنه على السعداد لتقديم كل ما يملكه من مهارات وخبرات من أجل رفع عالم بلاده في المحافل الدولية فالجماهير تريد أن ترى اللاعب الذي يثبت قدراته في الدوريات الأوروبية يتعلق ويبدع أيضاً في القميص الوطني وأن يبدأ سعداده لتضحية لأجل المنتخب مثل ما يفعل مع ناديها أصولكم ومشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفاديو يشير الاهتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفاديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم اشتركوا في القناة